بالنظر إلى القرار الأممي تجد دباجة طويلة ومواد وفقرات عديدة لو أردنا التلخيص ما أهم النقاط التي يجب الوقوف عندها في نص هذا القرار ويجب التركيز عليها من قبل الجانب الفلسطيني يعني أعتقد ليست الأهمية بتعداد فقرات هذا القرار الأهمية تأتي بأن هذا القرار هو الأول من نوعه الذي فعلا تلمس به الجدية في دخول في تحقيقات قانونية في قضايا أساسية تمس ثوابت شعبنا أعتقد أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينحى هذا المنحة اتجاه مناقشة قضايا مهمة أعتقد هناك ثلاث محاول رئيسية في هذا القرار وهو المحور الرئيسي الأول وهو المحاولات الاحتلال بالتغيير الديمغرافي في مدينة القدس الشرقية وهي محور الصراع بين الفلسطينيين وهذا الاحتلال النقطة الثانية هي الانتهاكات الإسرائيلية والتمدد الاستطاني وهي قضية مهمة جدا على حساب الأراضي الفلسطينية أعتقد هذه النقطة أيضا ضمن هذا القرار ولابد من البدء التحقيقات فيها أيضا هناك مجموعة من التشريعات الاحتلالية التي صدرت عن كنيسة الاحتلال والتي هي بها الكثير من التمييز العنصري نعم هذه الدولة مارست التمييز العنصري لأكثر من سبعين عام لكن آن الأوان لأن يكون للمجتمع الدولي وللجمعية العامة ولدول العالم كافة موقف اتجاه هذه الخطوات التشريعية التي تمس وتميز ما بين المواطن في داخل الاحتلال والمواطن الفلسطيني حتى في دولة الاحتلال وبناء عليه بقول أنه يعني كل فقرات هذا القرار مهمة والأهم من ذلك أن السلوك التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة سواء بهذا القرار أو بالقرار السابق الذي صدر في 16-12-2022 واضح أن العالم اتجاه دعم القضية الفلسطينية واتخاذ قرار وتفعيل المعركة القانونية كل ما نحتاجه وأن تكون هناك قيادة فلسطينية مسؤولة تتلقف هذه القرارات وتتعامل معها بجدية كاملة من خلال تشكيل أطر قانونية وتشكيل مجموعات قانونية للبدء بالتعامل مع مخرجات هذه القرارات ومع وقائع التعامل مع هذه القرارات نعم هذا قرار هام بكل فقراته كشعب فلسطيني نحن بحاجة إلى كل فقرة من هذه الفقرات أهم في الموضوع أن دولة الاحتلال يجب أن تعي جيدا أن المساءلة القانونية بدأت أنها لم تعد فوق القانون بل هي خاضعة للقانون ولا بد أن تجرى التحقيقات هل تقبل أو لا تقبل أعتقد أن المجتمع الدولي تغير وباتجاه ممارسات ضغوط على هذا الاحتلال من أجل احترام قرارات الجمعية العامة لأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر